موسيقى نشرة السادسة عبر شاشة ليبيا لكل الاحرار والبداية بالعناوين البنيان المرصوص تعلن السيطرة على ما وصفته بأكبر مصنع للمتفجرات تابع لما يعرف بتنظيم الدولة في سرط وتؤكد العثور على أكثر من سبعين جثة لعناصر التنظيم داخل المدينة الهلال الأحمر فرعج دابيا يؤكد العثور على أربع جثة لعناصر من عملية الكرامة في منطقة الثمنتاش بالقرب من شركة النهر السناعي موسيقى قوات عملية الكرامة تقرر رفع الحصار عن مدينة درنة لمدة عشرة أيام موسيقى أهلا بكم ما أكد الناطق باسم غرفة العمليات الخاصة محمد الغصري أن قوتهم عثرت على أكثر من سبعين جثة تابعة لعناصر ما يعرف بتنظيم الدولة سقطوا في الاشتباكات التي شهدتها مدينة السرط الخميس الماضي وأضاف الغصري لقناة ليبيا لكل أحرار أن سلاح الجو التابع لعملية البنيان المرصوص يكثف غاراته على مجمع قاعات وقدوغ الذي يتخذ منه عناصر التنظيم مركزا لهم وأوضح الناطق باسم غرفة العمليات الخاصة قوات البنيان المرصوص تمكنت من تأمين قصور الضيافة وحي الدولار هذا وافاد المركز العلمي لعملية البنيان المرصوص بأن قوات العملية سيطرت على مقر ما يعرف بإدارة التفخيخ وتصنيع التابع لما يعرف بتنظيم الدولة في سرط وأضاف المركز العلمي على فيسبوك أن هذا المقر يعتبر أكبر مركز تفخيخ تسيطر عليه قوات البنيان حتى الآن نشر المركز صورا لمفخخات وأجهزة لاسلكية عثرت عليها قوات البنيان المرصوص في مقر ما يعرف بإدارة التفخيخ والتصنيع مشيرا لأنه تم العثور على المقر غادة التقدم والسيطرة على الجزء الأكبر من حي الدولار أكد المتحدث باسم عمليات البنيان المرصوص محمد بادي في مداخلة سابقة سيطرتهم على حي الدولار بالكامل ومجمع الفنادق في مدينة سرط موضحا أن مناطق سيطرة ما يعرف بتنظيم الدولة بدأت تنحصر شيئا فشيئا على حد تعبيره تقوم قواتنا بإجراء الاستعابات في الدخائر المعدات وعارة التنظيم حيث أنها الآن قواتنا تنطرق المبادئة المطلقة في القتال فهي من يحدد بدأ وانتهاء الاشتباكات ضد العدو الذي لم يتبقى له إلا رد الفعل هذا بالناحية التكتيكية أكد المستشفى الميداني التابع لعملية البنيان المرصوص في مدينة سرط مقتل أربعة أشخاص من قوات البنيان يوم أمس السبت وأضح المستشفى على صفحة رسمية أن أربعة آخرين أصيبوا بجروح في معارك ضد ما يعرف بتنظيم الدولة في مدينة سرط دون تقديم تفاصيل إضافية عن حالة المصابين وأضاف المستشفى الميداني التابع لعملية البنيان المرصوص أنه استقبل جريحا أصيب بشضية في يده اليسرى مشيرا إلى أنه قد تم نقله للمستشفى المركزي بمدينة مصراتة لتلقي العلاج قال المتحدث باسم مستشفى مصراتة المركزي عبد العزيز عيسى أن حصيلة من استقبلهم المستشفى يوم أمس بلغت خمسة قتلى من قوات البنيان المرصوص بينهم ثلاثة سقطوا نتيجة انفجال لغم في منطقة السواوة في سرط وأضاف عيسى لقناة ليبيا لكل أحرار أن الانفجار تسبب أيضا في سقوط خمسة جرحا إصاباتهم تفاوتت بين البسيطة والمتوسطة والحرجة من جهة ثانية شارا متحدث باسم مستشفى مصراتة المركزي إلى أن الوضع داخل المستشفى جيد بعد أن عانى خلال الفترة الماضية من نقص في بعض المواد إلى جدابيا حيث أعلن الناطق باسم الهلال الأحمر الليبي فرع جدابيا منصور عاطي العثور على أربع جثث في منطقة الثمنتاش بالقرب من شركة النهر الصناعي جنوب المدينة وأوضح عاطي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن الجثث الأربع التي عثر عليها أمس تعود لعناصر من الكتيبة 152 تابعة لعملية الكرامة وأضف الناطق باسم الهلال الأحمر أنهم تعرفوا على سبع جثث من أصل سبع عشرة جثث تم انتشالها الأربعاء الماضي من مناطق الاشتباكات الواقعة الشرقية جدابيا بينهم مدنيون فيما نقلت باقي الجثث المجهولة إلى مركز بنغازي الطبي أفاد مصدر من شورة ثوار بنغازي بأنهم رصدوا طائرة حربية أجنبية تحوم فوق مناطق سيطرة مقاتلي مجلس شورة ثوار في بنغازي حسب تعبيره وأوضح المصدر لقناة ليبيا لكل الأحرار أن المقاتلة لم تكن في مهمة رصد حسب قوله لافتن إلى وجود أكثر من طائرة استطلاع تحوم في وقت واحد في سماء بنغازي وأضاف المصدر نفسه أن غالبية محاور القتال في مدينة بنغازي تشهد اليوم هدوءا حذرا قال عضو مجلس شورة ثوار بنغازي عصام المغربي إنما وصفه بالتصعيد الفرنسي في بنغازي يأتي على خلفية فشل قوات حفتر وفق تعبيره وأوضح المغربي في تصريحات صحفية أن فرنسا ليست الدولة الوحيدة التي تشارك في الحرب ضد ثوار بنغازي مشيرا إلى مساندة دول عربية لقوات عملية الكرامة كما طالب عضو مجلس شورة ثوار أهالي برغا بالوقوف ضد الأجانب الموجودين في قاعدتين بنينة والخروبة التابعتين لعملية الكرامة محذرا من تكرار سيناريو العراق واستحواذ القوات الأجنبية على مقدرات البلد حسب تعبيره صرح وزير الدفاع المفوض في حكومة الوفاق الوطنية المهدي البرغثي بأن حكومة الوفاق الوطني لم تجلب القوات الفرنسية إلى ليبيا لأنها موجودة قبل تسلم الحكومة مهامها موضحا أن الموافقة على تقديم مساعدة من قوة غربية هي من صلاحيات مجلس النواب وليس حكومة الوفاق الوطني وضف البرغثي في مؤتمر صحفي أنهم يعولون على مساعدة فرنسا والدول الكبرى في محاربة الإرهاب مؤكدا أن وحدة ليبيا هي الضمان لعدم التدخل الأجنبي ووصف وزير الدفاع المفوض قوات سرايا الدفاع عن بنغازي بالمجموعات الغازية الإرهابية ما يسمى سرايا الدفاع عن بنغازي وبينا بكل وضوح بأنها قوة خارج الشرعية وتحتبر من ضمن التنظيمات الإرهابية إن القوة الأجنبية سواء الفرنسية أو غيرها الموجودة في ليبيا كانت متواجدة أصلاً سواء في الشرق أو في الغرب قبل استلام حكومة الوفاق لمهامه وجود 14 جطة مرمية في اطمامة هذا العمل لا يمكن أن يقوم بها إلا عصابات إجرامية دعا عضو لجنة الحوار السياسي سليمان الفقي المجلس الرئاسي إلى تحمل مسؤولياته لحماية السيادة الليبية ومخاطبة الحكومة الفرنسية بالكف عن ممارساتها العسكرية وتحميلها المسؤولية القانونية الدولية ودان الفقي في بيان له ما سمه بانتهاك الحكومة الفرنسية للسيادة الليبية واستخدامها للقوة العسكرية بما يخالف القانون الدولي على حد قوله وفي موضوع آخر اعتبر عضو لجنة الحوار السياسي عملية البنيان المرصوص أثبتت قدرة الليبيين على مكافحة الإرهاب وينضم إلينا عبر اسكايب من القاهرة المحلل العسكري والسياسي عادل عبد الكافي سيد عبد الكافي دعني أبدأ معك من تصريحات وزير الدفاع المفوض في حكومة الوفاق المهدي البرغثي كيف تقرأ تصريحات البرغثي بشأن الوجود العسكري الغربي في ليبيا وأيضا توصيفه لسرايا الدفاع عن بنغازي واستهجانه لحادثة وجود أو العثور على أربع عشرة جثة ملقية في مكبل القمامة في بنغازي نعم تحية طيبة لك سيد خالد والمشاهدينكم نعم حقيقة أن التصريحات المهدي البرغثي التصريحات أتصور أنها غير مسؤولة كونه يتحدث أن حكومة الوصاية ليست لها علاقة بالقوة المتواجدة وخاصة هنا أقصد القوة الأجنبية المكونة من عناصر فرنسية وبريطانية وأمريكية إنها غير مسؤولة عن تواجدها حقيقة الآن أتصور من يقود المشهد السياسي في ليبيا هو المجلس الرئاسي فكان على المجلس الرئاسي أن يلغي مثل هذه الاتفاقيات لأنها تضرب الأمن والاستقرار في ليبيا خاصة أننا نتحدث عن وفاق وتوافق داخلي عندما يتحدث وزير دفاع في حكومة المفروض بها أنها حكومة وفاق بمثل هذا الأسلوب فلا أتصور أن هذا الرجل يمثل الوفاق أو حتى يمثل المجلس الرئاسي الذي دفع به كإنهاء حالة الانقسام والصراع العسكري في ليبيا والانقسام السياسي وانقسام الشعب الليبي هذه نقطة نقطة أخرى عندما وصف صرايا بنغازي بأنها قوة إرهابية طبعا هذه مغالطة كبيرة وحقيقة أعتبرها من الناحية العسكرية توصيف غير دقيق توصيف هزلي نظرا أن العميد مصطفى الشركسي يعلمه جيدا المهد البرغفي هو أعلى منه رتبة أقدم منه عسكريا أيضا هناك ثوار يعلمهم جيدا هم أبناء المنطقة الشرقية وأهالي المنطقة الشرقية وهو يعلم ذلك فكونه يكابر ولا يقول الحقيقة فهذا الرجل يزيد من تأجيج الصراع وأيضا الإنقسام في ليبيا ولا يصلح أن يمثل حكومة وفاق وطني في ليبيا طيب في موضوع آخر سيد عبد الكافي مجلس شورة واربا غازي حذر من تكرار سيناريو العراق في ليبيا برأيك ما مدى واقعية هذه التحذيرات التصور النهية واقعية فعلا عندما يتدخل الخارج وهنا الدول الغربية وفي الصراع الدائر في ليبيا وخاصة بدعم طرف على طرف بعد أن وصل إلى حالة الانهيار وهنا أقصد انهيار خليفة حفتر والمجموعة التي معه والمعاناة التي تعاني منها المنطقة الشرقية من قتل وغيره وإلقاء الجثث في الشوارع والسجون خارج سلطة الدولة ولا يتحكم فيها أحد والتعذيب وحلق رؤوس للنساء وغيره من العمليات الإجرامية التي لا تسقط بالقدم وأتصور وأؤكد على لابد من رفع قضايا ضد هذه العناصر عموما بالنسبة لإنهاء مثل هذا الوضع لابد أن يتيان بعناصر فعلا عناصر وطنية عناصر توافقية عناصر لم تشترك في الحرب الدائرة هذا واضح في سياق الصراع الدائر في المنطقة الشرقية الهلال الأحمر جدابية أعلن عن انتشاله جثث مجهولة الهوية شرق جدابية برأيك إلى أي حد يكشف هذا الأمر وجود جثث مجهولة الهوية في منطقة الصراع عن طبيعة الاشتباكات الدائرة في تلك المنطقة هذا يا سيد الكريم يأتي من ضمن التضليل للأهالي المنطقة الشرقية عندما يتم وهنا لا استطيع إلا أن أقول أن يتم الاستهانة بأرواح الليبيين وأرواح أبناء المنطقة الشرقية وأهلهم لازال في بالهم أن أبنائهم أو أزواجا هذه النساء وأباء هؤلاء الأطفال لازالوا يقاتلون في الجبهات وهم في الأصل مقتلون ومرميون في الصحراء فهذه جريمة لا يتم السكوت عليها لذلك التصور لا بد أن تتحرك المنطقة الشرقية لإنهاء هذه المأساة الإنسانية الموجودة في المنطقة الشرقية المحلل العسكري والسياسي عادل العبد الكافي كنت معنا من القاهرة شكرا جزيلا لك في درنا قال مصدر أعلمي من داخل المدينة أن قوات عملية الكرامة قررت رفع الحصار عن درنا لمدة عشرة أيام وأضح المصدر لقناة ليبيا لكل الأحرار أن احتياجات المواطنين المهمة أصبحت تدخل إلى المدينة بعد اجتماع ضم رئيس الأركان تابعة لمجلس نواب عبد الرزاق النظوري وعددا من أهالي مدينة درنا وأضف المصدر نفسه أن نظوري منح قوات مجلس شورى مجاهدي درنا وضواحيها عشرة أيام لتسليم أنفسهم إلى قوات عملية الكرامة أكدت عضو مجلس النواب عن درنا انتصار شنيب توصل إلى اتفاق يقضي بفتح جميع الطرق المؤدية إلى المدينة وأوضحت شنيب لقناة ليبيا لكل الأحرار أن الاتفاق جاء بعد لقاء جمع محل درنا وأعيانها مع رئيس الأركان التابعة لمجلس النواب عبد الرزاق نظوري والذي طالب بدوره بضرورة تسليم مقاتلي مجلس شورى مجاهدي درنا وضواحيها لأسلحتهم خلال عشرة أيام وأفادت عضو مجلس النواب أن السيولة المالية بدأت في الوصول لبعض المصارف في المدينة قال المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتين كوبلر إن مجلس الأمن الدولية كدى أهمية استمرار شمولية الاتفاق السياسي لافتن لأن المجلس طالب جميع الأطراف في ليبيا بأن تكون جزءا من الاتفاق وأوضح كوبلر في تغريدات له على تويتر أن مجلس الأمن يشجع المجلس الرئاسي على توسيع قاعدة دعمه لاتخاذ القرارات اللازمة للتصدي للتحديات السياسية والأمنية والإنسانية والاقتصادية والمؤسسية وأضاف رئيس البعثة الأممية في ليبيا أن مجلس الأمن دعا جميع الليبيين إلى الاتحاد لتنفيذ الاتفاق السياسي والامتناع عن القيام بأعمال قد تقوض التحول الديمقراطية في ليبيا أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيك خلال مؤتمر صحفي أن المجلس حقق بعض الاستحقاقات منذ دخوله العاصمة طرابلس مشيرا إلى أنه ماض في العمل على إنهاء حالة الانقسام السياسي من أجل وحدة البلاد ومؤسساتها أبرز التحديات الداخلية التي تواجه المجلس الرئاسي نستعرضها في سياق التقرير على أتي رغم دخول المجلس الرئاسي إلى العاصمة واستلامه لجميع الوزرات إلا أن بعض القطاعات ما زالت تعاني مشاكل نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيك أكد أن المجلس شكل قوات تحارب عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة في سرط كما تمكن من توحيد بعض المؤسسات السيادية معيتيك شدد أيضا على أن أي جهة تعمل خارج سلطة المجلس الرئاسي تعتبر خارجة عن القانون مشيرا إلى أن المجلس استدعى السفير الفرنسي لتوضيح تدخل بلاده في ليبيا طلب توضيح واستدعى السفير الفرنسي للنقاش والحوار في هذا الموضوع ولنا توابتنا أكيد ونحن نعلم جميعنا المجلس الرئاسي طلب أكثر من مرة من دعم دولي ولكن تحت مضلة حكومة الوفاق للأسف هناك حرب تقوم بها ليبيا لوحدها في مدينة سرط ولا يوجد الدعم الدولي المطلوب نقام المجلس الرئاسي بإصدار بيان يدين في حالة اغتيال البيبيين وهؤلاء أبناء ليبيا ونحن سنقوم بإجراءاتنا مع النايب العام تكرر انقطاع الكهرباء عن عدد من المناطق مسألة أرهقة المواطنة أيضا وقد علق نائب رئيس المجلس الرئاسي على هذه الأزمة قائلا إن عجز الطاقة الذي تجاوز 1500 ميجا وات سيقل مع دخول محطة الخليج في سرط إلى الخدمة كما أشار إلى أن المجلس تلقى وعودا من جهاز حرس المنشآت النفطية باستناف إنتاج النفط في الأيام القادمة هناك عجز يتجاوز 1500 ميجا محطة الخليج سرط بدأت في التوليد الكهرباء والآن تنتج في حدود 265 ميجا وستمر إلى أن تصل 350 ميجا محطة الخمس ستبدأ في التوليد ستوفر للشبكة العامة في حدود 350 ميجا هناك بعض النقاط التي يتعرضون لها حتى يستطيعوا فتح المواني والمؤسسة الوطنية النفط سارية في رفع القوى القاهرة للتصديق مع تراكم الأزمات في البلاد يضع المجلس الرئاسي أولويات على جدول أعماله أبرزها محاربة الإرهاب وإعادة بناء مؤسسات الدولة وإنهاء حالة الانقسام وإنجاح المصالح الوطنية أولويات وتحديات يعتمد نجاحها على توافق الليبيين على إعلاء مصلحة الوطن فوق كل احتبار نشرة السادسة ما زالت متواصلة وفيها بعد فاصل شركة الخليج العربي تقول أنها ستصدر اليوم ستة مائة ألف برميل من النفط الخام عبر ميناء الحراجة إلى إيطاليا البنيان المرصوص تعلن السيطرة على مواصفته بأكبر مصنع للمتفجرات تابع لما يعرف بتنظيم الدولة في سرث وتؤكد العثور على أكثر من سبعين جثة لعناصر التنظيم داخل المدينة الهلال الأحمر فرعج دابيا يؤكد العثور على أربع جثة لعناصر من عملية الكرامة في منطقة الثمنتاش بالقرب من شركة النار الصناعي قوات عملية الكرامة تقرر رفع الحصار عن مدينة درنة لمدة عشرة أيام أهلا بكم مجددا قالت مديرة مكتب الإعلام بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات راضي المعداني إن المفوضية استلمت نسخة محدثة من منظومة السجل المدني وذلك في سياق استعداداتها لإجراء الانتخابات التكملية بالدائرة الفرعية القبة وأوضحت المعداني أن موقع المفوضية سيقدم المعلومات الكاملة حول كيفية التسجيل وتغيير المراكز الانتخابية وأشارت مديرة مكتب الإعلام بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى أن المنظومة ستفتح قريبا لتسجيل الناخبين أدى تدهور الأوضاع الأمنية التي تمر بها البلاد إلى إغلاق عدد من المرافق الصحية غير أن المستشفيات التي ظلت تفتح أبوابها أمام المواطنين تشهد هي الأخرى نقصا في المعدات والأدوية الضرورية جانب مما تعيشه بعض هذه المرافق الصحية نستعرضه في سياق التقرير الآتي شح في الأدوية والمسلزمات الطبية نقص في الأطباء والكوادر إغلاق عدد من المستشفيات والمراكز الصحية صورة تتكرر في أكثر من مستشفى ومركز صحي في ظل السمرار المعارك بعدد من المناطق في البلاد مستشفى ترابلس المركز أحد هذه المرافق التي تضررت حيث أدى النقص في الأدوية والمعدات إلى تقليص العمل فيه عمليات حاليا مقتصرين على عمليات المستعجدة فقط والعمليات في الشخص من الجراحة والعمليات الأورام لأننا لا لدينا مواد تخدير ولا لدينا شاش ولا لدينا حتى حاجات نحتاجها في العمليات لا لدينا مرفق صحي آخر بالعاصمة تأثر من الأزمة التي تشادها البلاد مركز ترابلس الطبي فالوضع فيه لا يختلف عن بقية المرافق في البلاد مركز ترابلس طبي من أكبر المراكز المرجعية على مستوى شمال أفريقيا وعلى مستوى الشرق الأوسط بسعة سريرية 1200 سرير بعملين 5500 أو أكثر يقدم خدماته الإنسانية على المترددين من كافة ربوع الوطن في الحقيقة يشهد في هذه الفترة أدنى مستوى للخدمات المقدمة للمواطنين أوضاع صعبة أثرت على عدد من المواطنين ودفعتهم للتعبير عن غضبهم لما آل إليه القطاع الصحي في البلاد والله الإلاج ناقص ما فيش مش موجود بكل نشير فيه إلا مصدليات مصدليات حتى هي تعاني في المشكلة هذه ممكن 5-6 صيدليات كبيرة يعني مشانا باش حصلناها الليبر هذه متاع الكيماوي صراحة الحالة مزرية والله بصدق السمبرار تدهور الأوضاع الأمنية والسهداف المرافق الصحية بمناطق النزاع يطرح تساؤلات لدى البعض عن إمكانية وضع حد لهذه الأزمة وإيجاد حلول عملية لإنهاء معاناة المواطن من تدهور القطاع الصحي في البلاد إلى أوباري حيث قال عضو المجلس البلدي أحمد مرتضى إنه من المتوقع أن يستأنف مطار أوباري عمله بداية من الأسبوع القادم وأوضح مرتضى لقناة ليبيا لكل الأحرار أن مدينة أوباري تشهد وضعا أمنيا مستقرا منذ مدة مشيرا إلى أنها جاهزة لتأمين المطار وأضاف عضو المجلس البلدي أوباري أن الوضع الإنساني في المدينة يعد صعبا وأن أغلب العائلات النازحة لم تتمكن من العودة إلى مدينة أوباري بسبب تدمير مساكنها خلال فترة الحرب التي شهدتها المدينة قال ناطق باسم شركة الخليج العربي للنفط عمران زوين الشركة ستصدر اليوم شحنة من النفط الخام عبر مناء الحريقة إلى إيطاليا وأضاف زوين لقناة ليبيا لكل الأحرار أن قيمة الشحنة تقدر بستمائة ألف برميل من النفط المستخرج من حق المسلة جنوب طبرق والذي ينتج أكثر من سبعين ألف برميل يوميا وأوضح الناطق باسم الشركة الخليج العربي للنفط لدى الشركة حاليا حقلين يعملان فقط هما مسلة والأحمادة الذي ينتج ثمانية ألف برميل يوميا وأفاد الباحث في الشان الاقتصادي حمد حرويس بأن الفارق الذي سيحدث استئناف تصدير النفط عبر مرسل حراجة يعد بسيطا لكنه سينعكس أو ستنعكس عنه نتائج مباشرة بحسب تعبيره قبل ختام السادسة إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيها البنيان المرصوص تعلن السيطرة على ما وصفته بأكبر مسنوع للمتفجرات تابعة لما يعرف بتنظيم الدولة في سرط وتؤكد العثور على أكثر من سبعين جثة لعناصر التنظيم داخل المدينة الهلال الأحمر فرع جدابيا يؤكد العثور على أربع جثة لعناصر من عملية الكرامة في منطقة 18 بالقرب من شركة النهر الصناعي وقوات عملية الكرامة تقرر رفع الحصار عن مدينة درنا لمدة عشرة أيام ختام السادسة في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة